موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة والبداية بالعناوين صحيفة البلاد البحرينية تظاهرات الجنوب تتحول إلى اعتصامات مفتوحة صحيفة الدستور الأردنية توترات المضائق تضع إمدادات النفط العالمية على المحك وفي تقرير لصحيفة العرب اللندنية منظمات إنسانية تخفي وراء أعمالها الخيرية أفعالا شريرة من المقالات دم غزة ليس عبثا لعماد أبو عوات في السبيل الأردنية هل الحرب العالمية الثالثة على الأبواب للكاتب بن محمد الكردي في الشرق القطرية كل ذلك وأكثر بعد فاصل قصير نبدأ من صحيفة البلاد البحرينية تظاهرات الجنوب تتحول إلى اعتصامات مفتوحة تقول البلاد تحولت التظاهرات في المحافظات الجنوبية العراقية إلى اعتصامات مفتوحة أمام مقرات الشركات النفطية والحكومات المحلية للضغط على تنفيذ مطالب المحتجين واعتصم المئات قرب موقع البرجسي النفطي في البصرة ونصب الخيام حيث أصروا على الاستمرار في التظاهر إلى حين تنفيذ مطالبهم كما اعتصم آخرون أمام مبنى الحكومة المحلية داعين إلى توفير المياه والكهرباء إضافة إلى فتح باب التوظيف والقضاء على الفساد وفي محافظة المثنى تظاهر نحو ألفين شخص احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم التي وعد بتنفيذها رئيس الحكومة حيدا العبادي من جهته يقول مدير مكتب حقوق الإنسان في المثنى إن هناك عددا من حالات خرق البنود الدستورية الخاصة بحرية الاعتصام والتظاهرات السلمية والتي تقوم بها بعض الجهات الحكومية مشيرا إلى أنه تم رصد إجراءات وحواجز لتقييد حركة المواطنين إلى ساحات الاعتصام والتي وصفها بالتعسفية وفي صحيفة العربي الجديد اللندنية نطالع ضعف الخدمات الصحية في الموصل بعد تحريرها تقول العربي الجديد انتهت المعارك في الموصل لكن الحياة فيها لم تعد إلى ما كانت عليه فالحرب التي دمرت مرافقها الحيوية طالت القطاع الصحي وانخفضت قدرة المستشفيات الحكومية في الطبابة والعلاج بنسبة 70% مقارنة بمرحلة ما قبل التدمير الذي لاحق بالمدينة وفق هيئات صحية دولية ويوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في العراق هيمان ناغارث نام أن الحصول على الرعاية الصحية يعتبر تحديا يوميا لآلاف الأطفال والبالغين في الموصل ويبين أن عملية إعادة إعمار المرافق الصحية كانت شديدة البطء وتقل عن نصف الحد الأدنى المعياري المقرر عالميا لتقديم الرعاية الصحية في سياق إنساني ومن عنوين صحيفة الرأي الكويتية عاهد على العهد أيقونة الحرية تقول الصحيفة بدأت أيقونة الحرية عهد التميمي مرحلة جديدة من النضال لنصرة القضية الفلسطينية إثر قضائها عقوبة السجن لمدة ثمانية أشهر في إسرائيل لصفعها جنديين ببلدتها النبي صالح في الضفة الغربية وشكرت عهد الحشد الذي استقبلها في بلدتها النبي صالح وتوجهت بعدها لزيارة أقارب فقد أحد أبنائهم ويدعى عز التميمي في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في حزيران يونيو الماضي وقالت في مؤتمر صحفي أؤكد من بيت الشهيد عز التميمي أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال والأسيرات في السجن كلهن قويات وأحيي كل شخص وقف معي في سجني ووقف مع كل الأسيرات ودعت إلى مواصلة الحملات لدعم الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية مؤكدة أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية وإلى صحيفة الدستور الأردنية توترات المضائق تضع إمدادات النفط العالمية على المحك حيث يشكل المضيقان باب المندب وهرمز أهمية بالغة لإمدادات النفط الخام من جهة والتجارة العالمية من جهة أخرى إذ يعد مضيق هرمز النافذة الأفضل لصادرات نفط الخليج وإيران والعراق إلى العالم فيما يعد مضيق باب المندب الواقع جنوب غرب الجزيرة العربية هو الخيار المفضل لحركة التجارة بين دول آسيا من جهة وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية من جهة أخرى ووفق أرقام لمنظمة البلدان المصادرة للبترول أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن قرابة 17 مليون برميل من النفط تمر يوميا عبر مضيق هرمز وتعني عرقلة إمدادات النفط الخام عبر مضيق هرمز صعودا في أسعار النفط الخام وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج الصناعي عالميا بينما تعود أهمية مضيق باب المندب إلى اختصار مسافة إمدادات التجارة العالمية بين شرق الكرة الأرضية وغربها مرورا بقناة السويس وبحسب الصحيفة فإن 25 ألف سفينة محملة بشتى أنواع البضائع تمر سنويا من المضيق وتمثل 7% من الملاحة الدولية وفي تقرير لصحيفة العرب اللندنية منظمات إنسانية تخفي وراء عمالها الخيرية أفعالا شريرة يقول التقرير يرافق الدعايات التي تقوم بها الجمعيات الخيرية من أجل تحفيز الناس على التبرع لصالح المحتاجين وضحايا الحروب والكوارث الكثير من الجدل حول المستفيدين الحقيقيين من تلك التبرعات وواجهت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية أزمة بسبب إخفائها نتائج تحقيق عن قيام بعض العاملين فيها باستجلاب بائعات هوى خلال عملهم في تسليم مواد الإغاثة الإنسانية في هايتي في عام 2011 وكشفت تحقيقات دولية عن عمليات فساد كبيرة وسرقة للمساعدات الإنسانية وتلاعب بالإحصاءات فضلا عن انتهاكات جنسية في مخيمات للاجئين وكانت صحيفة سانداي تايمز البريطانية قد انفردت بنشر تقرير يتحدث عن ابتزاز نساء جنسيا مقابل تقديم مساعدات المنظمات الإنسانية إليهن وليست هذه الفضيحة حديثة العهد بل يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات مضت عندما نبهت منظمتان تعملان في مجال الإغاثة الإنسانية إلى وجودها وفي السياق ذاته نشرت صحيفة ميل أونسانداي تحقيقا كتبه مفدها إلى أغندا إيان بيرل يكشف فيه عن عملية فساد كبيرة في توزيع المساعدات الإنسانية هناك أما الآن فهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم إلى زاوية مقالات نقرأ لشمسان المناعي في الشرق الأوسط العراق الأسباب الحقيقية وراء المظاهرات يقول الكاتب الأسباب الحقيقية التي أدت إلى قيام الانتفاضة هي فشل الحكومة وعجزها واستحواذها على مقدرات الشعب والدولة واستغلالها للمصالح الخاصة والفئوية والحزبية وما تعانيه البصرة تعانيه كل محافظات العراق مع عدل منطقة الخضراء أما عائدات النفط فهي تتوزع بين الحرس الثوري الإيراني الذي يتسلم عشرين مليون دولار سنويا من عائدات النفط العراقي وقسم يذهب إلى أحزاب أخرى بينما سكان البصرة يأنون تحت ضغوط المعيشة والفساد وكتب عماد أبو عواد في السبيل الأردنية دم غزة ليس عبثا يقول أبو عواد قد يظن المتابع أن الأحداث الجارية على الحدود مع غزة هي روتين قاتل يودي بحياة الفلسطيني دون حدوث حراك أو تحريك على الساحة الإسرائيلية وإن كان حجم الألم الفلسطيني كبيرا وظاهرا للعيان فإن الطرف الآخر يعاني بما لا يقل عن معاناة الفلسطيني مع فارق حقيقي أن الفلسطيني هو صاحب الحق ومن واجبه الدفاع عن أرضه ويضيف أبو عواد غزة التي باتت تعري زيف قوة الاحتلال ترى على أنها باتت أقرب من أي وقت مضى لقطف ثمرة الصبر رغم محاولات فرملة ذلك وتساءل الكاتب بن محمد الكردي في الشرق القطرية هل الحرب العالمية الثالثة على الأبواب؟ يقول الكاتب كثيرا ما يثار الحديث عن الحرب العالمية الثالثة ويخطر ببالنا أسئلة شتى على سبيل المثال أين ترى ستكون ومتى ستحدث وبما أن هذا الموضوع حساس ويتعلق بكل واحد مننا من قريب أو من بعيد فعلينا أن نمعن النظر في الأحداث العسكرية والسياسية على الساحة العالمية ويضيف الكاتب نحاول قدر الإمكان الابتعاد عنها والابتعاد عن أن نكون وقودا لها ولا يكون هذا إلا بالتفكير الصحيح والاستعداد الأمثل ولا يعتبر هذا خوفا بل شجاعة كي نقي أنفسنا وغيرنا الهلاك مشاهدنا سيكون معنا بعد قليل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذ الإحوارات وذلك للحديث عن محاور هذه الحلقة أرجو تفضلكم بالبقاء معنا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذ الإحوارات مرحبا بك دكتور معنا أهلا وسهلا بك دكتور دعنا نبدأ من صحيفة البلاد البحرينية هناك عنوان تظاهرات الجنوب تتحول إلى اعتصامات مفتوحة تقول البلاد تحولت التظاهرات في المحافظات الجنوبية العراقية إلى اعتصامات مفتوحة أمام مقارات شركات النفطية والحكومات المحلية للضغط على تنفيذ مطالب المحتجين والمتظاهرين ويقول ناشطون مدنيون أن هناك عددا من حالات خرق البنود الدستورية الخاصة بحرية الاعتصام والتظاهرات السلمية والتي تقوم بها بعض الجهات الحكومية مشيرين إلى أنه تم رصد إجراءات وحواجز لتقييد حركة المواطنين وانتقالهم إلى ساحات الاعتصام ووصفوا هذه الإجراءات بالتعسفية إذن هناك تظاهرات سلمية ما لبثت أن تحولت إلى اعتصامات وهي تطالب بحقوق مشروعة ما المتوقع برأيك لهذه التظاهرات والاعتصامات في المستقبل؟ طالما هناك شعور بالمظلومية والغبن من هذا القطاع الواسع من المجتمع العراقي من المتوقع أن تتصاعد العملية وتيرة الاحتجاجات وتطول أكثر وأكثر لأن شكواه الرئيسية يتجه على غياب التنمية وغياب حقوق المواطنين وبالتالي يتجهون إلى الجهات التي هي مصادر الثروة إلى النفط وإلى الحكومة وبالتالي هم يوجهوا احتجاج شديد اللهجة أنه ضاق ذرعهم ولا يستطيعوا الاحتمال لربما تتحول إلى شيء أخطر من ذلك ولكن أعتقد أنه من الحكمة تدارك هكذا تحرك مجتمعي ومعالجة أسبابه وتداعياته نعم أيضا دكتور قرأنا لشمسان المناعي في الشرق الأوسط العراق الأسباب الحقيقية وراء المظاهرات الكاتب هنا يقول عائدات النفط في العراق تتوزع بين الحرس الثوري الإيراني الذي يتسلم 20 مليون دولار سنويا من عائدات النفط العراقي وقسم يذهب إلى أحزاب أخرى بينما سكان البصرة يأنون تحت ضغوط المعيشة والفساد دكتور ما علاقة الحرس الثوري الإيراني بعائدات النفط العراقي؟ هناك تقارير متزايدة عن وجود حالات من استثمار النفط في عمليات فساد كبيرة من ضمنها تهريب النفط من ضمنها استخدام الجزيرات السطحية النفط السطحي في هذه المناطق وبالتالي يسهل تهريبه واستخراجه من الأرض أيضا عمليات تغذية الحالة اللا استقرار في العراق يؤدي في النهاية إلى وجود عدم مراقبة إلى حالة من غياب الحوكم الرشيدة وهذا يسهل عملية انفاق المال العام في غير وجوه الشرعية وهناك ميليشيات كثيرة في العراق ويجب السؤال عن مصادر انفاقها وتمويلها والدلائل تثبت أن للحرس الثوري منصات تصدير نفط كبيرة جدا لديه ما يعادل 15% من المنصات الإيرانية ككل تعادل من أصل 215% لديه 15% منها و75 منصة مفردة للحرس الثوري وهذا يشير إلى أن لديه نشاط نفطي واقتصادي كبير وبالتالي مصادر هذا النفط من أين تأتي الواضح ويبدو أن العراق واحدة من المصادر التي تزود هذه المنصات بالنفط وبالتالي هو منخرط بتصوري بعمليات فساد كبيرة في مجال وموضوع النفط في العراق وليس من السهولة أعتقد في الفترة التي يمر فيها العراق هذه محاسبة أي شيء يتعلق أو أي جهة تتعلق بإيران لأن لديها اليد الطولة في العراق وهي تهيمن على كثير من القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أيضا نعم دكتور ننتقل إلى صحيفة العربي الجديد اللندنية طالعنا فيها ضعف الخدمات الصحية في الموصل بعد تحريرها تقول العربي الجديد انتهت المعارك في الموصل لكن الحياة فيها لم تعد إلى ما كانت عليه الحرب التي دمرت جميع المرافق الحيوية في المدينة طالت القطاع الصحي وانخفضت قدرة المستشفيات الحكومية في الطبابة والعلاج بنسبة 70% مقارنة بمرحلات ما قبل التدمير الذي لاحقا بالمدينة وذلك وفق هيئات صحية دولية دكتور كيف تنظر إلى آثار تدمير مدينة الموصل بكل مفاصلها الحيوية والخدمية؟ للأسف المدينة الموصل الآن لا تستطيع أن تستوعب الناس وهي مدينة غير مهيئة لاستقبال الناس الذين نزحوا منها التدمير الذي حصل لهذه المدينة وهزيمة داعش لم يكن متوازيا مع خطة تستطيع إيجاد بنية تحتية بسرعة كافية تعيد هؤلاء الناس إلى مواطنهم وبالتالي لا تزال العناصر التي أوجدت داعش والمبررات التي أوجدت داعش داخل البنية المجتمع العراقي موجودة وقادرة على إنتاجها في أي لحظة طالما أنه ليس من بوادر لعملية تنمية مستدامة حقيقية قادرة على النهوض بالقطاعات المدمرة داخل هذه المدن التي طالتها الحرب وإعادة تأهيلها بحيث تستطيع أن تستوعب الناس وتستوعب الساكنين من جديد وبالتالي تخفف وطأة المعاناة عن هؤلاء الناس الذين يسكنون في الخيام بلا ماء وكاربة وفي قيض الصيف بهذا الشكل الحارق تجد الخيمة وفي النهاية هو بحاجة للعودة إلى بيته طالما أن بيته مدمرا فحياته غير مستقرة وهو قادر روايدا روايدا أن يحول الغضب إلى عناصر متفجرة ربما تذهب باتجاه أشكال أخرى من داعش وغير داعش نعم من عنوين صحيفة الرأي الكويتية عهد على العهد أيقونة الحرية وهذا العنوان يتحدث عن عهد التميمي تقول الصحيفة بدأت أيقونة الحرية عهد التميمي مرحلة جديدة من النضال لنصرة القضية الفلسطينية إثر قضائها عقوبة الساجن لمدة ثمانية أشهر في إسرائيل وذلك لصفعها جنديين ببلدتها النبي صالح في الضيفة الغربية تقول عهد في مؤتمر صحفي أؤكد من بيت الشهيد أز التميمي وهو أحد أقاربها أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال برأيك إلى ماذا يؤشر إصرار عهد التميمي على مواصلة النضال وتحدي الاحتلال الصهيوني حتى بعد خروجها من السجن إلى الفشل الذريع لحكومة الاحتلال في إيجاد جيل فلسطيني خانع ها هو الجيل من جديد يقرر أن يخوض تجربة النضال ويتحدى الاحتلال بوسائل سلمية عصرية متطورة تضع إسرائيل في زاوية الإحراج الدولي وإن كانت حتى الآن لا تحرج ولكن على المدى الاستراتيجي سوف تضع في إسرائيل في مواقف محرجة كونها تروج لنفسها على مستوى العالم أنها وحل الديمقراطية وحقوق الإنسان وأنها تسير قدما باتجاه تطوير المنطقة ككل ها هي لا تستطيع احتمال صرخات طفلة وتحبسها وتعذبها وتجعلها تعيش حالات ضنك ومعاناة عهد وأمثال عهد والجيل الذي منه عهد يؤشر إلى فشل الاحتلال في تجين المواطن الفلسطيني وجعله يقبل ويرضق بقانون القوة والعنصرية وقانون الاحتلال الذي لن يقبله أي فلسطين مهما طال الزمن وهو مؤشر على أن القضية الفلسطينية تسير باتجاهها صحيح نعم دكتور صحيفة الدستور الأردنية أوردت توترات المضائق تضع امدادات النفط العالمية على المحك تقول الصحيفة يشكل المضيقان باب المندب وهرمز أهمية بالغة لامدادات النفط الخام من جهة والتجارة العالمية من جهة أخرى وتعني عرقلة امدادات النفط الخام عبرهما صعودا في أسعار النفط الخام وبالتالي ارتفاع كلفة الانتاج الصناعي عالميا كما تقول الصحيفة ما مدى تأثير إغلاق المضائق على حركة التجارة والملاحة الدولية هو التأثير الذي ينتج عن حرمان السوق العالمية تقريبا من 23% من الوارد إليها من النفط بالتالي قطع هل يستطيع العالم أن يعوض هذا الرقم الذي يعادل تقريبا 20 مليون برميل من النفط هل الاقتصاد العالمي قابل أن يتحمله دون أن يتفجر ويولد حالات من ردة الفعل العنيفة المضائق هذه هرموز يزود العالم بـ 20% يتمر من خلال 20% من احتياجات النفط يعني 17500 برميل نفط وكذلك باب المندب يمر منه 7.5 أو إلى ما يعادل ذلك 3.5 مليون برميل نفط يوميا وهو رقم كبير بالنسبة للاقتصاد العالمي لا يمكن تعويضه إذا ما قطع فجأة وبالتالي هو يهدد بعدم استقرار شديد قد لا يبقى في المنطقة التي هو فيها قد ينزح إلى على مستوى العالم كله وبالتالي يؤدي إلى عدم اضطرار قد يؤدي لا سمح الله إلى حرب مهمة في المنطقة والعالم ولكن يبدو أن النيات لا تتجه إلى ذلك تتجه إلى ضبط الموقف واليوم هناك هدنة أعلنت إيقاف ضرب الصواريخ في اليمن بالذات الحوثيين وعلى وعسى أن تكون بوادر حلول لهذه المنطقة التي يعني الالتهاب فيها لا استقرار عالمي بشكل كبير أيضا دكتور تقرير لصحيفة العرب اللندنية منظمات إنسانية تخفي وراء أعمالها الخيرية أفعالا شريرة يقول التقرير تكشف تحقيقات دولية عن عمليات فساد كبيرة وسرقة للمساعدات الإنسانية وتلاعب بالإحصاءات فضلا عن انتهاكات جنسية في مخيمات اللاجئين كانت صحيفة سانداي تايمز البريطانية قد انفردت بنشر تقرير يتحدث عن ابتزاز نساء جنسيا مقابل تقديم المساعدات الإنسانية إليهن نشرت أيضا صحيفة ميل أون سانداي تحقيقا كتبه مفادها إلى أغندا يان بيرل يكشف فيه عن عملية فساد كبيرة في توزيع المساعدات الإنسانية هناك يبدو دكتور أن أعمال الفساد طالت حتى المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون الإنسانية هذا ملف قديم وشائك ومعقد وطالما أثير ولم يتم التعمق في التحقيق فيه هناك ابتزاز من قبل كثير من المنظمات الدولية للمجتمعات التي ابتليت بالحروب أو المجاعات أو الطرابات البيئية وكان دائما يجري الحديث أن هناك خروقات ولا يتم متابعتها تقتصر على مجموعة من الصحفين لو سألت لماذا؟ لأن جل المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات هي تابعة لمنظمات غربية وبالتالي يصعب زحزحة هذه الكيانات التي تتمتع بدعم سياسي من دولها بشكل كبير وبالتالي تبقى المساعدات رهينة قرارات تلك المؤسسات الدولية الراسخة والفساد فيها يبقى كما هو ولا أحد قادر أن يزعزعه لحظة صغيرة وفي كل مرة يتم الحديث عنه كيف يخفى لا تعلم إلى أن تأتي اللحظة التي إذن هناك تكتم شديد تكتم شديد أن الدول التي تتبع لها هذه المنظمات هي دول قوية وكبيرة ومؤثرة على الساحة الدولية نعم دكتور أخيرا من المقالات تسأل الكاتب بن محمد الكردي في الشرق القطرية هل الحرب العالمية الثالثة على الأبواب؟ يقول الكاتب كثيرا ما يثار الحديث عن الحرب العالمية الثالثة هذه الأيام ويخطر ببالنا أسئلة شتى على سبيل المثال أين ترى ستكون ومتى ستحدث؟ نحاول قدر الإمكان الابتعاد عنها والابتعاد عن أن نكون وقودا لهذه الحرب هل فعلا هناك حرب عالمية ثالثة على الأبواب دكتور؟ وكيف ستتم هذه الحرب؟ وما مدى تأثيرها على المنطقة العربية بالذات؟ لا سمح الله ولكن منذ صعد ترامب إلى السلطة غذى هذا المخيال المجتمعي والعالمي أن هذا الرجل قد يحول حالة الاستقرار العالم المبدئية التي سادت في عهد أوباما إلى حالة لا استقرار لأنه وجه سهامه في غير منطقة ولكن لو افترضنا أن هناك حربا سوف تكون بين قوتين كبيرتين ليس من قوتين الآن سوى الصين والولايات المتحدة وبالتالي المكان المرجح لأي حروب مستقبلية هو بحر الصين الجنوبي حيث توجد الصين ومصالح الاستراتيجية ومنظومة التحالفات تشير إلى أن الولايات المتحدة تعيي خطر الصين حيث ذهبت إلى روسيا وتذهب الآن إلى نزع حلفاء الصين عنها لأن الولايات المتحدة تتراجع عند اللحظة الحاسمة طالما تحقق شروطها وبالتالي هي مجرد حالة فض الاستقرار للحصول على مكاسب حتى اللحظة لا أتمنى أن تحصل ولكن كل شيء وارد العبث بالنظام الإلكتروني العالمي قد يؤدي إلى حرب شاملة في العالم هكر واحد ممكن أن يستغل نظام الصواريخ في العالم ممكن أن يثير حربا عالمية ليس لها أول وليس لها نهاية وهي مدمرة بدون شك ولا نأمل جميعا أن تحدث منطقتنا العربية كيف ستتأثر؟ منطقتنا ليست هي ساحة الصراع المستقبلي بدون شك مداهل استراتيجية تراجع لأماكن أخرى لمنطقة لساحة جغرافية فيها خمس قوة نووية وهي جنوب شرق آسيا هذه المنطقة التي تصبح مهمة الروايدة حتى أوروبا تراجعت أهمية الاستراتيجية لمصطحة تلك المنطقة لأنها هي الآن البتقة النهوض الاقتصادي العالمي وبالتالي قد تتحول إلى منطقة لبرالية أو في أفوان إمبريالية تريد مصالح قارج حدودها وهذا سوف يثير حفيظة الإمبرياليات السابقة وبالتالي يجعلها تشتبك فيما بينها نعم إذن بهذا نأتي إلى ختام البرنامج أشكرك دكتور منذر أشكر جزيلا على هذا اللقاء أهلا سيد الكريم شكرا لك مشاهدينا كان معنا الدكتور منذر لحوارات الكاتب والمحلل السياسي حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة